أنا من المغرب النص الوظيف المخصص للأسبوع الثالث مرجع المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة سنجيب عن أسئلة صفحة 29 ثم 30 و 31 نبدأ بأستعد للقراءة أتذكر ما قرأته عن مغاربة العالم إذن مغاربة العالم هم مغاربة متفوقون نجحوا في بلدان المهجر وسطع صيطهم وكانوا خير صفراء لبلدهم الأم المغرب السؤال الثاني ألاحظ وأتوقع ألاحظ الصورة وأحدد المكان الذي توجد فيه الشابة وأتوقع مجال اختصاصها إذا لاحظوا معي المكان عبارة عن مختبى الشابة ترتدي إذن وزرى يعني الوزرى التي نستخدمها في المختبرات الطبية هناك صورة لفيروس إذن أو رسم تخطيسي لفيروس هنا تلاتية الأبعاد لدينا حاسوب لدينا بعض الآلات التي تستعمل في المختبر إذن يمكن أن نقول الصورة لشابة تتواجد في مختبر للعلوم البيولوجية ويظهر على صورة كذلك تمثيل لفيروس كورونا 19 لذا نتوقع أن تكون الشابة مختصة في علم الجراثيم والفيروسات إذن سنقرأ النص بعد ذلك سنجيب عن الأسئلة الخاصة بهذا النص إذن تابعوا معي أنا من المغرب تعرف المغاربة على الدكتورة سارة بلالي عندما ظهرت مبتسمة هادئة رفقة البروفيسور الفرنسي ديدي راول في شريط فيديو يوثق زيارة الرئيس الفرنسي عندما حل بمختبر المعهد الاستشفائي الجامعي يوم الخميس 9 أبريل 2020 استفسر الرئيس الفريقة المهتم بعلاج كورونا قائلا من أي البلدان أتيتم لتتوالي الإجابات من الدكاترة المنحدرين من إفريقيا وبينهم كان صوت نسوي يقول أنا من المغرب وقد كان للأصول الإفريقية للفريق الطبي صدى واسع داخل فرنسا وخارجها لكن الأهم بالنسبة للمغاربة كان هو الوصول لهوية الشخص ذي الأصول المغربية ليتبين أنها ابنة الدار البيضاء الدكتورة الشابة صارة بلالي رأت صارة النورة سنة 1992 لتكون أكبر إخوتها كان لها مصار دراسي متفوق بكلية العلوم بن مسيك التابعة لجامعة الحسن الثاني حيث مكنتها المراتب الأولى من الحصول على تدريب بمدينة مارسيليا الفرنسية وهناك ستلتقي البروفيسور دي دي راول الذي أشرف على تأطيرها لمدة أربع سنوات حيث تمكنت من الحصول على شهادة الدكتورة وتخصصت في البكتيريات والفيروسات وكانت واحدة من الفريق الذي تمكن من التقاط أول صورة لفيروس كورونا داخل المختبرات ظلت سارة تواجه المصاعب بمثابرة وابتسامة لا تفارق ملامحها وتشق طريقها بثبات داخل المختبرات العلمية بمرسيليا إلى أن سجلت براءة اختراع راسخة باسمها بعد اكتشافها لأنواع من البكتيريا وعبرت الطبيبة المغربية عن فخرها بالإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب ونوهت بسرعة في اتخاذ قرار استعمال نوع الدواء الفعال الذي يوصف مع بداية الأعراض قبل تعقد الوضع الصحي وفي تصريحات صحفية قالت الدكتورة سارة إنني ككل مغاربة العالم فخورة بالإجراءات المغربية التي لقيت تنويها عالميا بداية من إغلاق المطارات وحضر التجمعات وفرض الكمامات وصولا لتبني بروتوكول علاجي يحاصر الأعراض في بدايتها وأوضحت أن المغرب حاصر الأزمة وتحكم فيها وتجنب الوضع الكارثي الذي حصد أرواح الآلاف من المصابين بعدد من دول العالم التي اتخذت تدابير متأخرة وتضيف نحن المغاربة في الخارج نعتبر سفراء بلادنا بحيث لا نمثل ذواتنا وإنما نمثل الوطن كله لأننا البوابة التي من خلالها يتعرف الآخرون على المغرب ولدينا مسؤولية كبيرة لأداء هذا الدور إذن هذا هو النص إذن سنجيب الآن عن الأسئلة الخاصة بالنص نبدأ بالسؤال الأول أتعرف معاني كلمة حلى بحسب السياق المذكور حلى الرئيس بالمختبر يعني نزل وأقام به أو يعني توجه إليه أو يعني دخل إليه حلى موعد العودة إلى الوطن الحبيب يعني حال الموعد جاء الموعد حلى العالم مشكلة الإصابة بالفيروس يعني فك هذه المشكلة وجد لها مخرجا أو حلها يعني وجد حلا سؤال الثاني آتي بكلمات من عائلة كلمة راسخة وأشرحها حسب موقعها في النص إذن راسخة رسخة رسوخ رسخ مرسوخ رسخ إذن مرسخة رواسخ معنى راسخة إذن تابتة باسمها إذن راسخة باسمها يعني تابتة باسمها نمر الآن إلى السؤال الأول من أفهم وأحلل أذكر مكان الزيارة الرئيس الفرنسي للمختبر وزمانها ومناسبتها إذن زار الرئيس الفرنسي مختبر المعهد الاستشفائي الجامعي يوم الخامس التسعي أبريل 2020 لتعرف على الفريق المهتم بعلاج كورونا إذن لدينا المكان لدينا الزمان ثم لدينا المناسبة الآن نمر إلى السؤال الثاني أحدد الاختيار الصحيح بوضع علامة فيف الخانة المناسبة تعرف المغاربة على سارة بلالي من خلال عيشها في فرنسا ظهورها مع الرئيس الفرنسي أو دراستها في جامعات الحسن الثاني إذن أكيد في ظهورها مع الرئيس الفرنسي في الفيديو الذي يوثق للزيارة لهذه الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي لهذا المعهد الاستشفائي السؤال الثالث أستخرج جملتين تبرزان اعتزازة سارة بلالي بمغربيتها إذن الجملة الأولى إنني ككل مغاربة العالم فخورة بالإجراءات المغربية التي لقيت تنويها عالميا ثم قالت نحن المغاربة نعتبر صفراء بلادنا بحيث لا نمثل ذاوتنا وإنما نمثل الوطن كله السؤال الرابع أعيد ترتيب الأفكار لأتي حسب تسلسلها في النص إذن الفكرة الأولى هي زيارة الرئيس الفرنسي لمختبر المعهد الاستشفائي الجميعي بعد ذلك ذكر الكاتب لمصار الدراسي لسارة بلالي ثم أخيرا تنويه سارة بلالي بالإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة كورونا سؤال خامس أعيد قراءة النص وأستخرج ما يلي التمييز الدراسي لسارة إذن جاء في النص كان لها مصار دراسي متفوق ثم الاعتراف الأجنبي بكفاءة سارة وقد كان للأصول الإفريقية صادا واسع داخل فرنسا وخارجها ارتباط سارة بالمغرب نحن المغاربة الخارج نعتبر صفراء بلادنا سؤال سادس تحدث النص عن إجراءات المغرب أو إجراءات وقائية تخذها المغرب لمواجهة جائحة كورونا أضيف إجراءات أخرى لم ترد في النص إذن فرض الحجر الصحي إغلاق المقاهي والمطاعم فرض رخص للتنقل إلى آخره سابعا قالت سارة نحن المغاربة في الخارج نعتبر صفراء بلادنا أبين ما تقصده سارة من قولها السؤال السابع إذن لاحظوا معي بالنسبة للسؤال الخامس إذن يمكن أن نضيف كذلك بالنسبة للتميز الدراسي لها مصار دراسي متفوق بكلية العلوم بالمسيك تابع لجامعة الحسن الثاني لاعتراف الأجنبي بكفاءة سارة إذن هنا ستلتقي البروفيسور ديدي راول الذي أشرف على طيرها لمدة أربع سنوات إذن كانت واحدة من الفريق الذي تمكن من التقاط أول صورة لفيروس الكورونا داخل المختبرات ثم سجلت براءة اختراع راسخة باسمها ارتباط سارة بالمغرب إنني ككل المغاربة نحن المغاربة في الخارج إلى آخر الجمل بالنسبة للإجراءات الوقائية إذن يمكن أن نضيف كذلك إغلاق المقاهي والمطعم الفضاءات العمومية حجر صحي شامل في بداية الجائحة تخفيف طاقة الاستعابية لوسائل النقل العمومية في 50% فقط إذن الآن السؤال السابع المقصود من قول سارة هو أن مغاربة الخارج يعتبرون السفراء الحقيقيين للمغرب وهم من يشرفون اسمه وسمعته الآن سنختار فقرة من فقرات النص ثم نلخصها وأخيرا سنبدي رأينا حول نجاح سارة باللالي إذن تلخيص الفقرة الأولى إذن هنا تعرف المغاربة على سارة باللالي إذن عرف المغاربة الدكتورة سارة باللالي في شريط فيديو لزيارة الرئيس الفرنسي للمختبر السشفاء الجامعي بفرنسا الآن نجاح سارة باللالي في مجالها دليل على وجود كفاءة المغربية في جميع المجالات وجب الاهتمام بها لينتفع الوطن بخبراتهم إذن إلى هنا ينتهي هذا الفيديو وعدنا إن شاء الله يتجدد مع فيديو آخر إلى اللقاء